أعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور لمتابعته عدد من ملفات عمل الوزارة شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد مستشفى 500-500 حيث أشار وزير التعليم العالي إلى أن تنفيذ المشروع بلغ نسبا متقدمة للغاية تتجاوز 85% لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من مرحلة 340 سرير في ديسمبر من عام 2024